السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المغاربة داخل وطن وخري الوطن اليوم تتمت الحلقة نكمل على الحلقة التي فوتناها قبل هذه نستفيد منك أخي السميدة جلال المعلومات التاريخية التي عرفتنا وعرفت العالم كيف هم هذه المرتزقة اللصوص وحقيقتهم نعم نعم إخواني المغاربة نعم أخي الكريم هذا سلاوي بلوغ تحياتي لك أخي تحياتي لك وأنا كان جاوبك معلومة تاريخية حقا وكنعرف بها المغاربة في العالم تماما على هذه المرتزقة شكون هما باش يعرفوا المغاربة الشعب المغربي باش تعرفوا هذه المرتزقة الأصل ديالهم الأصل ديالهم مناش تكونوا وشكون هما يعني هذه المرتزقة لا أصل ديالهم واحدة المجموعة ديال الشباب PI كانوا MARMI بعض المجموعة ديال الشباب وحدة المجموعة ديال الشباب وكانوا كي يقراوا في أجادير وإفنان tabliska وتناش الواحد والأربعة عشق الواحد وكانوا غرر بهم النظام الجزائري بخروبة الهواري بومدين اللي ربيص المصير وغرر بهم وجمحهم الدهم اللي عنده وجابوا لهم واحد الجنيرالات من الفيتنام وليبيا وقال لهم غادي ندعموكم بمرتزيق آخرين وبالسلاح وبالأموال ولكن غادي تخدموا معنا شنو غادي تخدموا معاكم غادي تضربوا في المغرب باش الصحراء ميدخل لهاش وغرر بهم تماما غرر بهم وفيهم الان رجال اللي من هاد المجموعة اللي راهم دخلوا الوطن هوا عايشين في المغرب الحمد لله معزاجين مكرامين ومستوى عالي نعم هادي ها الحقائق وهنايا فاش دعموهم ودعموهم بسلح وجابوا لهم مرتزيق آخرين من هاد المالي وجابوا ميبيا وسوريا وبدوا وجابوا لهم فين مكن شي مرتزيق قاتل شي روح ولعندو شي موشكي مع الدولة ديالو فين مكان جابوه وبقوا يكتروا وبقوا كي يتضربوا يتسرقوا دوك روحال صحراوة مساكن مغاربة اللي كانوا روحال وعندهم آآ 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 ديالهم وكانوا عايشين غيفلوا ويدان بسطرح بسحاري ديال المغرب وبدأوا هنا يا آآ الكاميونة للجزائر وهذا المرتزيقاء بدأوا بالاختطاف باش يكتروا النمو ديالهم وهنا فهذا المخيمات اللي حطوا لهم هالمخيمات بنوهم جزائريين هم اللي بنوهم مما كلموا خيامات لاوالو تييندوف كانت غبارة على بقعة أرض خاوية فيها واحد الفيلاج صغير فيلاج أنا كن ناشد كان كنوصل الرسالة للمغاربة واحد الفيلاج صغير بحال بني درار هكا اللي هنا يبفوش دا فيلاج تيندوف غير واحد الفيلاج صغير 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 جدا ولكن من يجبوا المرتزيقاء وبدأوا تديروا لهم ذوك المخيمات وبدأوا يجمعوا فيهم فين مكل شي مرتزيق فين مكل شي مقطع كي يجيبوه لدم مايا ويلبسوه التريا ويدربوه ويعطوه سلاح ويقولوله أنا با الجيش المغريبي قدامك إلا مات بشاجيفة منه اللويد ولقات الورجع كيكافيوه هاك الفلوس ها الطيوطة باش تحوس في المخيام ها رأي لك الخيام فيهم الطفلات فيهم النساء وفيهم خد راحتك شتو كيفاش كونوا المرتزيقاء هادوما وبدأوا المرتزيقاء كيتكونوا وبدأوا كي الانجاب بدأوا كي يجيبوه خطر كان قال لهم هاد محمد عبد العزيز في واحد الخطاب قال لهم ممنوع منعا كليا استعمال منع الحمل أو استعمال الأقراص ديال منع الحمل ممنوعة على الفتيات في مخيمات في تين دوف وقالوا احنا في حالة لتكاتر نومو ولهذا اي خيمة دخلوا لها المقاتلين مرحبا وسهلا دخولها مبارك بحمارك اي رول دخول الشاي والبرارد محروقين ديال الشاي ومنك تنجب منك تحمل المرأة ولا البلد ما كتعرف قاعش كونوا وبح مقاتلين ياسرين ودخولها مبارك بحمارك وغير و لخطر قال لهم احنا خصنا التركة احنا رحنا فاصلين في التركة تكون هم هادو دابا التركة اللي رحنا دابا معهم في حرب اللايبات ورحنا رحنا مع مع الشباب المغربي في حرب في تيك توك وفي اليوتوب هادو لزادو دابا سمتعاد لك يا مرة ياسرين ومنكین طيب دابا ، كامتلا نحن نشرحوه منكم. نحن عشنا معهم سنين طويلة. نحن نقعد معهم في تين دوف كأسرى حرب. نعم. بدأوا يجمعوا في المرتزقة مالي تشادي من ليبيا من سوريا وتجمعوا وبدأوا يكتروا البز وبدأوا يكتروا التركة. ودركوا حلو فيهم. ودركوا حلو فيهم. بذلك النهار يقول لهم عبد المجيد هذا حشاكم كي يقول لهم تكونوا موريطانيين ولا تكونوا مغاربة بصح الجزائر لا ما تكونوا الجزائرين. وااا ما تكونوا الجزائرين. كونوا موريطانيين ولا مغاربة. هزوا حط في البلاس. ولكن هما ما وعيينش. لو كانوا وعيين. لو كانوا عارفوا شنو يديروا. عارفوا شنو غادي يديروا. ولكن المرتزقة هكذا. رمك يموتوا بالجوع. هيا الجزائر براسها. ليه دولة الجزائر حصلت غيف اللوبيا والعدس. نهيك على المخيمة دلتين دوف. مزيلا لهم. الله يلا مزيلا لهم. والصحراوي المغاربة الأحرار هاوما في المناطق الصحراء المغربية العيون طانطان السمارة الدخل. ركو تشوفوا في ركو تشوفوا غيف اليوتوب وفي التلفازات. هذا هو هذا هو المعنى الحقيقي ديال المرتزقة ديال البوليزاريو اللي كانوا اللي رمزالين تحت إشراف كبرنات الجزائر. كبرنات فرنسا. نعم. نعطيكم الحقائق اللي عشناها. نعم إخواني المغاربة. هذه هي الحقائق. نعم. تحياتي ومدتي أستاذي الفاضل المحترم سجلال. ما تغيبش. ما تغيبش علينا. ما تغيبش كتطلبوا مني باش ما نغيبش بزاف وكتستنوني دائما باش نمرر لكم رسائل. ولكن باش ليكون في علمكم إخواني المغاربة. لأنني أنا أتظر منكم يعني كنبطع لكم شوية وهذا على حساب. على حساب اللوازم اللي كنخدم بها العادية. يعني شوية شوية. هذا هو بكل صراحة وبكل وضوح. المطاريال باش كنخدم به هالتليفون دي اللي كنخدم بي. يعني كيتطلب مني كيعمر لي كيخصني عاد بشي عاو تاني نخوي عاو تاني ندي عند مول مول تليفونات باش عاو تاني يقادلي باش يخوي لي باش نخلي البلاصة. على كل حال. على حساب دك الشي اللي كنخدم به. كنت تعطل عليكم شوية. ولكن الحمد لله أراني معاكم. هاني معاكم إخواني المغاربة. خوتي المغاربة. داخل وطن وخارج الوطن. أعتذر لكم. على أني كان بتعلكم شوية نهار يومين. وعدنا المرر لكم رسالة على حساب المطاريال المتواضع جداً اللي عندي. ما شاء الله. والحمد لله والله مبارك. وكل شكر لكم إخواني المغاربة. دائماً اقول لكم هذا هو الجندي المغربي الاسر حرب في تندوف جلع السميدة نشوف من كان رئيسا تلك الفترة وكيف تخلصتم من عظام دجاج هذا سؤال ديالفيديو اللي فات ديالدجاج اللي حكيت لكم الفيديو اللي فات ديالدجاج واحد الاخنا قال لي كيفاش كنتوك تتخلصوا تتخلصوا من عظام الدجاج هلور هنا اخي الكريم غدي نجاوبك هذوك العظام ديالدجاج اللي كنا داك دجاج اللي كان كيتسرق من ديالفيرما ديال هذوك الناس وكنا كي داك دجاج كان كيتسرق وقد يدخل السجن هذوك العظام كاملين كيتجمعوا وكيتداروا في واحد سطيلة والسجن في حدداته سجناء اللي هما مساكن مراد ومع طوبين هم اللي كانوا يقوموا بالنظافة ديالسجن وذوك العظام هم اللي كي يقوموا بداك داك الستر ديالهم وكي يخرجوهم لخاطر من ديالنظافة ديالسجن ديالالأوساخ ودك شليك يدجمع يخرج من الحبز من السجن وتقريبا 1 كيلو متر و يدفن ذلك الشيء في الأرض ولكن تحتها يشرف الحراس الحراس راف القريطة و يضع عليك عينه و يشوفك من خارج من السجن و خويت ذلك الكرفي و يراجع و يحماده و يحماده بحل ركب صينية بلاتو كان واحد يقول له المحجوب من مدينة قلعة السراغنة ناقل عليه مسكين كان واحد يقول له المحجوب من قلعة السراغنة كان يقوم بهذا تقريبا هذا النظفة و ساعته أنا خدمت معه بزاف حتى أنا معه في هذه النظفة ولكن هو كان سوطاولوا شوية المخضي له سوطاولوا على أنهم كانوا كيخويوا واحد الشحينة فيها ليمين ليمين كانوا كيخويوا هم المرتزقة و كانوا ربعا ديال السجناء كيخويوا داك ليمين المصرجين ليمين انتشار انتبترسونيل و كانوا يتفجروا بالشحينات و يتفجروا بالإنسان و كانوا كيخويوا هاد ليمين كينين أربعة لفوق ديال الأسرى و جوجل تحت كيقبضوا عليهم و يحطوا و هم كيضربون بالكابل انتا خدام والكابلية يضربوك به فظهرك و هو هادا هذا اللي يقولوا له المحجوب من القلعة السلغنة كان هاز المين في الدو و معاجاته تضربة قالهم يكا الخدماراني خدام و و عميش كيديدوا تضربوني و كييرمي ديك المين تضربها مع الأرض كتتفجر و امني تفجرت انا ايه مسكينتها و بقى حي و صافي ايه بقى حي و صافي بقوا كيقتلوا فيها كيقتلوا فيها بحلها هربلو مسكين هربلو الفرخ شوية الدماغ ديالو منيت هربلو الفرخ مشالو مسكين العقل ديالو و كان هو أحد أحد الأسرة اللي كان في هذا السجن ديالربوني اللي كان مسكين كيقوم بهذا عملية ديال النظافة و كان ما كانش بواحده كانوا مع عدة أسرة و حتى أنا كنت واحد اللقاطات بواحد اللحظات كنت ما بينهم في اللحظات ديالنظافة ديالسجن نعم إخواني المغربة نعم آه ولكن هذه الظروف و تجربة في الحياة كان هنا يسؤال قال لي هل كان من كان رئيسا تلك الفطرة أنا قلتها لكم قبل اللي كان أش مرائيس يا أخي أش مرائيس كتادر و غي مرتزيقة كاملة مرتزيقة غي هما الجزائر الجزائر بو خروبة هو اللي بلاصة بو حمد عبد العزيز و يضرب كتر من ثلاثين سنة في الرئاسة ديال المرتزيقة البوليزاريو يعني مرأس عليهم و كانت زوجة ديالو من الجنوب الجزائر اسمتها خديجة و حمدي واحد لا حولا ولا قوتي لا بله نعم خديجة و حمدي هي اللي كانت زوجة ديالو و نعرفها جد المعرفة و نحن أسرق نعم وهو واحده جزائريين يعني كي كي يطبق الأوامر حرفيا كي يطبقها اللي كانت تعطالوا من طرف الكابرانات تيتو ما هذا بن بطوش اللي راه كين ديباو رئيس ديال المرتزيقة دووز واحد الفطرة ما يسمع طولو وزار الدفاع غي السارقة غي السارقة غي السارقة غي السارقة و ما غي السارقة مبنيين على الخطفة والسارقة و المخيامات يموتوا بالجواء و كان قبل منه رنفت قلتها لكم واحد سارخينته سارجان اسمته محمد و ديبوهالي أصله تهوي جزائري واحد تجال واحد القرد اسمته محمد و ديبوهالي تهوي كلام زيان فهذه الحقيبة هذه اللي اعطاولوه الجزائريين دي الاسلحة و دي الاموال و دي الويل نعم نعم لكل حال اه ممكن كنت كلمت بما في الكيفاية اخواني المغاربة اه كنشكركم بزاف و كنسلم عليكم جميع المغاربة داخل الوطن و خارج الوطن و كنقلكم اهني معاكم و انا منكم و اليكم و ان شاء الله كل كن اخطرها انا نمر لكم رسالة رسالتي لك نوفيها على الاسر الحرب الوحدة التورابية على الاسر المغاربة شكرا لكم اخوتي المغاربة و الى لقاء الى رسالة اخرى ان شاء الله حياكم الله و دي دي كاس لجميع الجنود اخوتي المغاربة اللي يرهم في الحزاب الامني و اللي يرهم في الحدود و اللي يرهم في الحدادة من الشرق الغرب تحياتي لكم و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته